انطلقت اليوم ثاني جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني حيث تعقد أربع جلسات تناقش لجنة الصناعة على مدار جلستين قضايا تحديات توطين الصناعة المصرية وتحديات القوى العاملة وشدد المشاركون في الجلسة الأولى للجنة الصناعة أهمية الخروج باستراتيجية جديدة وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب معتز محمود خلال كلمته في الجلسة على أهمية التركيز على الحلول العاجلة لتقليل الفاتورة الاستيرادية كما تناقش لجنة الاستثمار الخاصة المحلي والأجنبي على مدار جلستين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات وأكد المشاركون في الجلسة الأولى من جلسات لجنة الاستثمار الخاصة أن مصر لديها فرصا استثمارية في كافة المجالات ترجمة نانسي قنقر